شهدت الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي تدفق أعدادا متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان الساحل الإفريقي وعمق إفريقيا ليتجاوز عددهم عشرة آلاف مهاجر تم توقيفهم خلال سنة 2021 معظمهم ضحايا شبكات المتاجرة بالمهاجرين والبالغ تعدادهم حوالي 445 شبكة أفريقا الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير شرعية يعملون في أي موصب عمل يتاح لهم أو تأليهم دخلين في الاقتصاد غير رسمي واقتصاد الموازي الذي تحاربه الجزائر تبذل عديد ميناء الجهود فيه مشكلة التهريب على الحدود تكتف الجهود على مستوى الدبلوماسيات الدولية ومراجعة الأطر القانونية المنظمة لطبيعة الإقامة داخل التراب الجزائرية إجراءات من شأنها الحد من تأثيرات الهجرة غير الشرعية القادمة من منطقة الساحل ودول إفريقيا نحو الجزائر يجب إمضاء اتفاقيات مع دول الجوار حتى لا تتحمل جزائر هذه النفقات وإضافة إلى زيادة تشديد الحراسة عبر المعابر الحدودية تفقم ظاهرة الهجرة الغير شرعية نحو الجزائر أجبارة سلطات الأمنية للمطالبة باستحداث مرصد وطني لمحاربة الهجرة غير الشرعية للفارقة كآدات تطلع بمكافحة توافدهم نحو الغراض الوطنية